المسيرات والاحتجاجات الرافضة للانتخابات المقرر عقدها في الثاني عشر من كانون الأول الجاري غطت كامل المشهد في الجزائر بين تمسك الجيش بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وإسرار الشعب على ضرورة تأجيلها لحين الاتفاق على مضامين المرحلة الانتقالية الجزائر تمر بأوقات حرجة في هذه المرحلة التي تهدد سلمية العلاقة القائمة بين الجيش والشعب والمستمرة منذ انطلاق الحراك في الثاني والعشرين من إشباط الماضي لكن الاحتجاجات الشعبية الجزائرية مستمرة رفضا لإجراء انتخابات الرئاسة التي يترشح فيها مسؤولون في النظام السابق وعلى ضوء احتجاز السلطات الأشخاص المتهمين بعرقلة الاستعداد للانتخابات قد يلجأ المحتجون لمظاهرات يومية السلطات الأمنية في الجزائر تعاملت مع هذا الرفض بتوقيف الناشطين واعتقالهم الأمر الذي أثار انتباه منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية التي دعت السلطات الجزائرية إلى إيجاد أجواء مواتية وسلمية لسير الحملة الانتخابية معربة عن قلقها العميق إزاء مناخ القمة بينما وصف الناطق الرسمي باسم السلطة المستقلة للانتخابات مجريات الحملة الانتخابية في الأسبوع الأول بالإيجابية وأن العملية سارت في أجواء من الهدوء والسلمية إلا أن المتظاهرين الرافضين لإجراء الانتخابات ما زالوا ينزلون بالآلاف إلى الشوارع بهتافات مثل لا تعنين انتخاباتكم معتبرين أنها لا يمكن أن تكون حرة أو نزيها وتحاول السلطات الجزائرية الإحاءة بأن عدد المتظاهرين الرافضين لإجراء الانتخابات قليل مقارنة بالمؤيدين لها الذين يصفهم التلفزيون الرسمي الجزائري بالحشود في الوقت الذي استجمعت فيه التظاهرات الرافضة للانتخابات قواها من جديد بعد أن كانت قد خرجت رافضة لها منذ أشهر ويبدو بأن الانتخابات الرئاسية التي ترغب السلطة العسكرية بقيادة الفريق أحمد قايد صالح في تنظيمها باتت إحدى أهم القضايا الخلافية بين حراك الشارع الجزائري وقادة الجيش الذين يسعون للتحكم في مسار التغيير